هذه أبرز العناوين مونشستر يونايتد يتخذ خطوة هامة في حق المغرب سوفيانا مربطة عاجل جامعة القجع تفاجئ وليد راقراجي والمغاربة وتقرر تعاقد مع الحسين عموتة لتدريب المنتخب المغربي الأول هشام أيتمن يلعب ورقة المدرب الفرنسي هيرفرنار والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مونشستر يونايتد يتخذ خطوة هامة في حق المغرب سوفيانا مربطة تلقى المغرب سوفيانا مربط ضربتان جديدة لمساعيه من أجل البقاء مع مونشستر يونايتد الإنجليزية حيث يتبقى يومان فقط على انتهاء فترة إعارته في الأولترافورد قبل عودته إلى فيورنتينا الإيطالي من جديد وحسب موقع أنصار يونايتد فإن مونشستر يونايتد الإنجليزي اتخذ قراره النهائي بعدم شراء عقد سوفيانا مربطة بالصورة النهائية حيث قرر مسؤول الشيطان الحمر عدم تفعيل بوندي الشراء ليغضو اللاعب على أعتاب العودة إلى الدور الإيطالي بنهاية الشهر الجارية ورغم أن صفقة اللاعب المغربي لن تزيد قيمتها عن 21 مليون جنيه إسترليني إلا أن مونشستر يونايتد يرغب في إحداث طورة داخل صفوفها ومن أبرز ملامحها التخلص من كازيميرو وسوفيان أمرابط وكريستيان إيركسن وسبق العدة أندية إبداء رغبتها في التعاقد مع سوفيان أمرابط أبرزها برشالون الإسباني وفولاما الإنجليزي وميلان ويوفينتوس من إيطاليا كما يحضر اللاعب باهتمام أندية من دور روشن السعودي عاجل جامعة القجع تفاجئوا لدراجراجي والمغاربة وتقرروا التعاقد مع الحسين عموتة لتدريب المنتخب المغربي الأول أعلن موقع تاليسبورب ومآ اقتراب الإطار الوطني الحسين عموتة من تولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة القديمة بعد أن غادر أسوار النادي النشامي الذي حقق رفقته إنجازا تاريخيا وأكد موقع تاليسبورب أنه علم من مصدرها أن المدرب المغربي حسين عموتة تلقى ضمانة من مسؤولين الجامعيين للإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي الأول رفقة مواطنها الإطار الوطني وليدرا جراغي مع تكليف هذا الأخير بمهمة جديدة وهي الإشراف على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنتين وجاء الاهتمام بعموت بعد نجاحه رفقة المنتخب الأردني الذي قده لتحقيق المركز الثاني في بطولة كأسي أسيا 2023 إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعاتها وضفضت المصدر أن هذه الوعود التي تلقاها عموت من طرف بعض المسؤولين من المكتب الجامعي هو ما دفع المدرب الصابق للمنتخب الأردني على الإقدام على الاستقلام منصبه كمدرب بغاية العودة للمملكة المغربية لتولي قيادة منتخب بلاده رفقة المدرب الحالي وليدرا جراغي ولهذا بات قرر هشام أيتمنى المرشح لرئاسة الوداد الرياضي مستبعدا والذي كان يقتضي التعاقد مع الحسين عموت بمجاب عقد يمتد لثلاث مواسم بهدف قيادة السفينة الفريق الأحمر انطلاقا من الموسم الذي سيعرف مشاركة الفريق في البطولة العالمية كأس العالم للأندياء بنسختها الجديدة وكان الإطار الوطني حسين عموت قد قدمت سيقالته منصبه كمدرب للمنتخب الأردنية خلال الأيام الماضية بعد أن وفق المجلس الإدارة للمنتخب على طالب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي بعد أن قده لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال وصفة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها يفكر الرئيس القادم لنادي الويداد رياضي هشام ايتمنى في التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفيرينار الذي ينتهي عقده مع المنتخب الفرنسي للسيدات بنهاية الأولمبيادة القادمة حيث يعتبر الخيار الأول لأيتمنى بعدما فشل في ضمي المدرب المغربي حسين عموت وذكر موقع المغرب سبورت أن هشام ايتمنى فوض الحسين عموت من أجل التعاقد معه لتدريب الويداد البيضاوي إلا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح وضف المصدر ذاته بأن هشام ايتمنى يفوض الفرنسي هيرفيرينار من أجل الإشراف على الويداد رياضي كخيار أول بالإضافة إلى المدرب البرتوهالي كارلوس كيروس صاحب الخبرة الكافية في إفريقيا كما هو الحال مع هيرفيرينار الحسم رسميا في ملف المغربي حكيم زياش حسم بشكل رسميا في ملف المغربي حكيم زياش لعب غلاطة سرية تركي بخروج بلغ رسميا من الفريق يحسم في مستقبل نجم أصود الأطلس وكشف غلاطة سرية تركي أنه تعاقد بشكل رسميا مع المغربي حكيم زياش التحول العقد من إعارة إلى عقد نهائي وفق لبنود سابقة وقعت الموسم الماضي وفعل النادي التركي بوند شراء عقد لاعبه المغربي لكن دون تأكد ما إذا كان اللاعب سيستمر أو سيتي مبيعه هذا الصيف إما لنادي سعودي أو فريق من الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل تمنى تشيلسي في منشور على منصته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للاعبه المغربي كل التوفيق في تجربته مع نادي غلاطة سرية وسيتقض حكم زياش راتبا سنويا أن يصل إلى 2.8 مليون يورو وهو أقل مما كان يتقضه مع تشيلسي الإنجليزية حيث كان راتبه يصل إلى 3.5 مليون يورو نهاية مشوار غانم سيس مع الشباب السعودية انتهت رحلة الدولية المغربي غانم سيس مع فريق الشباب السعودي الذي لعب له معارم خلال الموسم المنقضي بعد فشل إدارة الفريق السعودي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي السد القطر المالك الفعل لعقد اللاعب من أجل انتقال المدافع المغربي بشكل نهائي للشباب وذكرت صحفة الرياضية السعودية أن نادي الشباب حاول جاهدا إنهاء الصفقة وضمان السمرر عميد المنتخب المغربي في صفوفها لكنه فشل في النهاية موضحا أن الطرفين لم يتفق على صيغة مناسبة للتجديد وتبع المصدر نفسه أن الشباب السعودي بشر رحلة البحث عمن يعود غانم سيس في خط الدفاع مشددا على أن الأمر يتم بالتنصيق مع المدريب البرتغالي للفريق فيتور بريرا وتحدث سيس في وقت سابق عن مستقبله رفقة نادي الشباب معبرا عن رغبته في الاستمرار بالدورة السعودي وموضحا أن الأمر يعود إلى إدارة الشباب وإدارة فريق السد القطري الملك الفعلي لعقدها وقال السيس في حوار مطول عبر برنامج أكشن مع والد الذي يبت على قناة MBC أكشن إن هناك بالفعل محادثة مع نادي الشباب بشأن مستقبلي أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمته طوال الموسم وسبقا أخبرت المسؤولين برغبتي في الاستمرار هنا ويحدى المدافع المغربي باهتمام متزايد من نادي العربي القطري وبحسب ما كشفت التقارير صحفية حيث يرى هذا الأخير في غنم سيس البروفيل المناسب لقيادة خط الدفاع وانتقل غنم سيس إلى الصفوف فريق الشباب السعودي الصيف الماضي قادما من نادي الصد القطري على سبيل الإعراء وشارك هذا الموسم في 25 مباراة في دور روشن السعودية سجل فيها أربعة أهداف ومنحت مرارة حاسمة واحدة ترجمة نانسي قنقر